خليني أبدأ كده بزيارة سيد الرئيس لأفريقيا وبعض الأرقام كده بس لتأكد لحضراتكم مدى اهتمام الدولة المصرية بأفريقيا في الفترة الأخيرة احنا في تسع سنين سيد الرئيس عملت تلاتة أول حصل تلاتة وتلاتين زيارة لأفريقيا في التسع سنين اللي فاتوا عندنا تلات دول سيد الرئيس قام بزيارة ليهم أنجولا وزامبيا وموزامبيقيا والحقيقة يعني أنجولا والدور الأفريقية للدولة المصرية في أفريقيا خلينا نقول أن دي أول زيارة لرئيس مصري لدولة أنجولا فكرة المحادثات وفكرة الأخذ والرد وفكرة التشاور وفكرة طرق الأبواب المشتركة مع أفريقيا يعني النظرة بتاعة الزمان دي خلاص رحت عليها ليش لازمة احنا في تطول جديد جدا لأنه أفريقيا واحدة من الدول اللي بتتركها كل الدول يعني قارة أفريقيا في يعني سباق محموم في الدول الكبرى على الاستثمار في أفريقيا على الدخول في أفريقيا على التعاون مع أفريقيا وفي دول كمان بتتأثر زي فرنسا مثلا دلوقتي ما بقاتش زي زمان يعني دلوقتي في مشاكل ما بين فرنسا وما بين بعض الدول اللي كانت موجودة فيها فبالتالي في قوات الفرنسا كانت موجودة في القوات دلوقتي في مشكلة بسببها هل ترجع فرنسا تاني هل يعد القوات يقل الاستثمارات نفس النظام الصين لها استثمارات كبرى في أفريقيا أمريكا لها استثمارات كبرى في أفريقيا روسيا لها استثمارات كبرى في أفريقيا الهند لها استثمارات كبرى حتى بعض الدول العربية لها استثمارات كبرى في أفريقيا احنا جزء من أفريقيا وصعب جدا ان احنا هنغض الطرف عن اهتمامنا في أفريقيا ووضعنا في أفريقيا وتعاوننا مع أفريقيا وكلمة التعاون ما بتبقاش مجرد إن إحنا قالوه كل سنة وحضراتكو طيبين مناسبة عيد القومي وحضراتكو طيبين مناسبة كذا لا معادش الكلام ده يجوز لازم فيه زيارات متبادلة سيد الرئيس نفسه اللي هو رأس الدولة إما بيقوم بهذه الزيارات فأنت بتعمل عملية كنترول كبير جدا في العلاقات المتبادلة وفي نفس الوقت أهمية هذه العلاقات المتبادلة إذا مروا لحظتك كده أنت عندنا أنجولا زامبيا والنهاردة زيارة واختتمت بموزنبيق كل ده تكثيف للعلاقات طبعا اللي قدام حضراتكم ده بداية الزيارة وسيد الرئيس مقام ديار في أنجولا وتشعر واحنا بنتحدث عن هذا الأمر إنه فيه مش توجه جديد لكن فيه تأكيد على توجه موجود من 7-8 سنين إنه لأ أفريقيا لابد إن إحنا يكون متواجدين ولابد يكون لنا تأثير ولابد يكون لنا تعاون ولابد يكون لنا تشاور ولابد يكون لنا أضايا مشتركة ولابد يكون لنا لنا يعني زي بقوله كده مساحة للحوار الكلام اللي بيتقال فيها الزيارة ما حدش بقى لا ده أفريقيا ما حدش بيقوله لا لا الكلام ده كذبان ده بوقت الوضع مختلف إحنا بنتكلم على 33 زيارة أنبيها سيادة الرئيس لدول أفريقيا 33 ده تلت الزيارات اللي أنبيها زي ما بيقول خالد زي مننا خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار النهاردة بقرة في الأخبار بيقول إنه هذه الزيارة أو النهاردة في الأخبار بيقول إن هذه الزيارة أو هذه الزيارات بتمثل لأفريقيا بتمثل تلت بالزبط كده بيقول تلت الزيارات الخارجية للدولة المصرية أو لسيارة الرئيس في هذا الإطار وده اللي أكد عليه برضو السفير أحمد فامل المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في هذا الأمر إذن إحنا المصالح الجميع موجودة فتح طاقات التعاون والتكامل والتحديات الأفريقية موجودة عندنا مشاكل كتيرة جدا لدول أفريقية بمفرد نتكلم فيها إحنا برضو عندنا بعض المشاكل لدول أفريقية أخرى عندها بيحصل فيه تبادل رؤى في هذا الإطار وخصوصا في الاقتصاد الأمر بعدش إنه إذا أقول لحضرتكم كده إنه إحنا مجرد تحية في العيد القوم للدولة لا فيه طرق أبواب حقيقي وفيه اهتمام حقيقي فأنا كان ممكن سيد الرئيس مثلا يروح يحضر اجتماعه مثلا مع الزعماء الأفريقية ويشوف الدنيا مشت زي والله إحنا الأولوية بتاعتنا لدولة واحدة لكن هما ما ياخد تلات دول منهم دولتين أول مرة يزورهم رئيس مصري فبالتالي ده يؤكد على إنه فيه توجه جديد في هذا الأمر أنا مبسوط جدا بطرق الدول الأفريقية أو أبواب الدول الأفريقية والتأكيد على هذا الأمر وإنه إحنا بنتكلم عن يعني واحدة واثنين من عشرة مليار شخص إحنا بنتكلم على يعني على مستوى يعني فيه منطقة التجارة الحرة القرية الكبرى التي تعدل أكبر على مستوى العالمي يبلغ عدد مستقلكة واحدة واثنين من عشر مليار شخص نتيجة المحل الإجمالي حوالي تلاتة واربعة من عشر دوليون دولار أي تلاتة في المئة من نتج الإجمالي العالمي العلاقات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا في تطور مهم أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبير العام والإحصاء سجلت قيمة الصدرات المصرية إلى دولة دول القوميسة تلاتة واربعة من عشر مليار دولار خلال عام 2022 الإحصاء أشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول القوميسة لتصل إلى خمسة وثلاتة من عشر مليار دولار خلال عشرين اتنين وعشرين في بداية تعامل الاقتصاد أو في بداية كمحرر الاقتصاد كنا بروح التمثيل التجاري كان رأسات تمثيل التجاري بيبقوا موجودين كانت السيدة هدى نجيد سالم ربنا اديها الصحة وطلط العمر كانت دايما كده بيبقى فيه ملفات بتجيلها من مكاتب التمثيل التجاري في هذه الدول كنا أول مرة بقى نسمع عن القوميسة وأول مرة نسمع على التعامل الاقتصادي أو التكامل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا وأنه فيه اهتمام أفريقي بهذا الأمر لكن ما كانش على المستوى المطلوب كنا بنعمل بعض الأخبار كده على استحياء العلاقاتنا بين مصر ودولة أفريقية معينة العلاقاتنا يعني خرجنا على الشمال الأفريقي بقى احنا خلاص تعاوننا مع تونس مع الجزائر مع المغرب وليبيا في الوقت ده كان تعاون يعني عادي كان رئيس الدولة بيجي ورئيس الدولة بيروقت ما فيش مشكلة رئيس أي دولة منهم بيجي القاهرة أهلا وسهلا رئيس الدولة المصرية بيروح ونزور أهلا وسهلا ما كانش فيه مشكلة لكن احنا بنتكلم بقى على الجنوب الأفريقي يعني الحتة دي أو شرق وجنوب أفريقيا ما كانش حد بيترك هذه المسألة بكل قوة فاحنا بنعدد هذا الأمر وبنقول كل احترام وتقدير لأفريقيا محتاجين الدور ده يكون قوي ومحتاجين الدور ده يكون يعني فيه نوع من الدعم من جانب شركات القطاع الخاصة اللي هي متعاونة هناك وحد ده سيد الرئيس برضو كان بيتكلم على احنا مش كوميسة بس لا يعني احنا بنتكلم على احنا فيه سدود شركة المقاولين العرب شغال عليها لك فيه نشاط واسع جدا لشركات المقاولات حسن علام والمقاولين العرب وشركات أخرى بتقوم بدورها كما ينبغي أن يكون فيه بناء سدود كتيرة جدا فيه أفريقيا بس سدود للنهضة مش سدود للموجهة لا سد مائي للنهضة بيقوم على توليد كهرباء وبيقوم على إقامة حياء يعني تنموية في هذه المنطقة فيه باشر لازم يروحه يزرعه وباشر لازم يروحه يقطنه هذي الأباكن وهو الأخير يعني فيه تفكير جديد في الدول الأفريقية في هذا الإطار بتقوم بهذا القام بعد الشركات المصرية في هذا المستوى